حدث عن هذا الموضوع طبعا يمكن أن نتحدث لعالم آثار ولخبراء وهم مشكورون وكسر وعالمون في عالمنا العربي ولكن ماذا يمكن أن يقول الفن عن هدم الآثار وعن هدم عالم الجمال وثقافة الحياة ماذا يمكن أن يقول سفير النواية الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الفنان راغب علامة الذي ينضم إلينا الآن من بيروت مرحبا بك راغب شكرا لوجودك معنا طبعا في هذه النشرة في أخبار الليلة نتحدث عن داعش كيف يجرف كل شيء في طريقه كل شيء جميل كل شيء يحمل الحياة والفن والجمال ماذا يمكن أن تقول عن هذا ما هو شعورك مساء الخير سيد زينة طبعا ما يحدث الآن بتدمر وما حصل بالسابق كان ممنهج وكأنه نشعر وكأنه هناك أوامر خارجية لتدمير التاريخ لتدمير الحضارة لتدمير كل ما يمت بصلة للإنسان من فن وتاريخ وحضارة هذه الجماعة يدمروا كل شيء لو استطاعوا أن يدمروا الهواء صدقيني ما كانوا قصروا أبدا ما هم قاموا بالحرق وهو هم دعم دولي نعم نعم يعني يعني دخلوا أول مرة ودخلوا تاني مرة مدججين بالسلاح وبالمال وبأجندة معروفة لتدمير تاريخ المنطقة لأنه سوريا وتاريخ سوريا ليس ليس تاريخ سوريا فقط هو تاريخ كل المنطقة يمكن العالم ما عنده هذه الحضارة إنما اللي قادرين أنه يعملوا أن يرسلوا الإرهابيين إلى بلادنا لتدمير هذا التاريخ كلياته لا يقدروا ينتصر علينا بكل شيء وكما قلت لك لو استطاعوا أن يدمروا الهواء ما كانوا أسروا أبدا طبعا راغب القيمة الأساسية هي الإنسان وطالما نحن كبشر موجودين بعطاءنا وبإبداعنا فلن يستطيعوا أن يدمروا هذه القيمة الأساسية أنا أتحدث اليوم معك عن داعش وطبعا اليوم كان هناك في محاولة تفجير حزب السلطات اللبنانية في الحمرة وأيضا يعني هذا يترك دلالات ومؤشرات مخيفة على استهداف مناطق ندعو لله أن تبقى أمنة منها لبنان هل لديك أي تعليق راغب على هذا الموضوع؟ نعم لدي تعليق أنه نحن لم يعني لم نسلم يوما من هذا الإرهاب المبرمج كان بفترة بمناطق تمت إلى صلة لجهات سياسية اللبنانية كانت علنا تحارب التنظيمات الإرهابية وبحرب مباشرة إنما ما حصل بالأنس من محاولة تفجير لمقهى بالحمرة وهو مقهى يعني أيضا لا يقدم الكحول بكل أحوال إذا كان عندهم عذر أنه يقدم كحول مقهى لا يقدم إلا الأهوة والشاي والإشياء السوفت درينك يعني نعم كان واضح دليل واضح بأنه هذه المنظمات الإرهابية تحول هدفها إلى كل الناس تحول هدفها ليس إلى عدو إنما إلى كل شيء موجود وخصوصا من بعد ما شهد لبنان بالفترة الأخيرة شيء من الاستقرار بانتخاب رئيس الجمهورية وبعودة الرئيس سعد الحريري عودة التوافق إلى الدولة اللبنانية وأركان الدولة اللبنانية فاليوم يحاولوا يدمروا هذه الصورة لأنه ما في شيء سيسلم منهم لو لما اتفق العالم على تدميرهم سيحاولوا دائما يعيشوا فسادا ودمارا فينا بالإنسان بالفن والحضارة اسمح لي أسألك كسفير لنوايا الحسنة للأمم المتحدة وانت فتحت الموضوع يعني اليوم يبقى سؤال هل من المعقول أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بخطوة رادعة نهائية لا سياسية ولا عسكرية ولا ثقافية معقول نشوف هالآثار تتحطم أمام أعيننا على اليوتيوب ولا على شاشات التلفزيون ولا أحد يستطيع يفعل أي شيء إلا البعض من الاستنكار أنت سفير ولديك مسؤولية هل تشعر بأن يمكنك أن تفعل شيء الآن؟ يا سيدة الفاضلة نحن لا نستطيع أن نفعل شيء هو الموضوع والقرار موجود بأيدي القوى العظمة واليوم يعني أنا رح أحكي كلام يمكن بالسياسة علما بأن الإعلام العالمي خافنا يعني جعل داخلنا في داخلنا شيء من الخوف بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة إلا أني أنا اليوم لما عم شوف خطاباته أتفائل خير بأنه هذا الإنسان هو الوحيد القادر أن يتكلم بكل صراحة ويحارب بكل صراحة وبكل جدية هذه المنظمات لأنه ما شهدناه من السابق من رؤساء بالسابق يعني تبوق هذه المسؤولية كانوا غير جديين أبدا بكلامهم لا بل كانوا من يعني من تحت الطاولة داعمين لهذا الإرهاب بحجة يوما بحجة أسلحة دمار شامل ويوما بحجة ديمقراطية ولكن راغب أعود للسؤال أنا اليوم متفائل بوجود دونالد ترامب هل تشعر أنت يعني اليوم لو يعني طولت شوي بس اليوم مثلا في المظاهرات أمس في أمريكا خرج الكثير من الفنانين من الممثلين من المغنين مادونة كانت في إحدى تلك المظاهرات المناهدة لترامب وهي مظاهرات نسائية وقالت هذه ثورة الحب وأعلنوها ثورة على هذا الانتخاب أو على الرئيس التي لا يعجبهم هل تشعر اليوم أنت كفنان عربي بأن لديك هذه القدرة على قيادة أو المشاركة في حركة يمكن أن تصحح من أو تصد داعش وما شابهه من عسكرة ومن هدم وغيره سيدتي أنا عندي كل الحلم الحقيقي بأن أنا وغيري من الفنانين أن نستطيع أن نقوم بحركة مثل هذه الحركات إنما التداخل الدولي الموجود في لبنان بين القوى السياسية وأيضا إذا فينا نقول توابع القوى السياسية يجعل هذا الموضوع في لبنان تحديدا في شبه استحالي لأنه عم ياخدونا لأماكن مش حقيقية إنما نحن اليوم أنا كراغب عليمي أعلنها من خلال برنامجك ومنبرك إنه نحن نحلم بأن نقف ونصرخ بالصوت العالي فردا فردا وشخصا شخصا وفنانا فنانا أمام العالم أمام السفرات لكي يحافظوا على ما تبقى من الإنسانية راغب هل تشعر معي بأن مجتمعنا كله على قلب واحد لرفض كل هذه المظاهر خصوصا لما تأتيك فئة مثل داعش وتتنكر أنا أسميها تتنكر بلبوس ديني أو تسرق مظاهر تعني الناس كثيرا وقد تأخذ بلمعتها هل تشعر بأن المجتمع اليوم الذي معظم إذا خرج إرهابيين فأنهم يخرجوا بسبب خلفية اجتماعية متعبة فقيرة جاهلة يسهل التلاعب بهم هل ترى بأن إصلاح المجتمع أولا ومسؤوليتك أعود من مرة وجديد كزفير لنوايا الحسنة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة هل لديك أي مشروع بهذا الاتجاه أنا ما عندي مشروع حقيقة أي مشروع سياسي لأنني أنا لا أعمل في السياسة إنما لو كان هناك إرادة دولية وإرادة وطنية لمحاربة هذا النوع من الإرهاب وهذا يعني يتطلب دعم إعلامي كبير ومجهود كبير من كل فئات المجتمع وهذا طبعا صدقيني سيد زينة دايما دايما برجع بقولك إلو صلات خارجية وإذا هذه الصلات الخارجية لم تعطي الأوامر إلى الناس الذين تعودوا أن يتلقوا الأوامر من الخارج سيبقى الموضوعهم باللبنان شو ما حكي الواحد رح ينطوا عليه يعني يهاجموا ويسكروا عليه بأسباب طائفية ومذهبية وإلى آخره هي الأسباب نفسها التي دمرت دمرت حلم المجتمع دمرت حقيقة المجتمع اللبناني لسنوات وسنوات وطبعا بقول المجتمع اللبناني لأنه كان تابع إلى المجتمع الإقليمي والدولي صحيح راغب بالنهاية هل تريد أولا أن تقدم هل تريد أن توجه رسالة لداعش لا أريد أن أوجه رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأتمنى أن تصل له أريد أن قبل أن تصل إلى سدة الرئاسة كنا كلنا ضدك لأن الإعلام العالمي أوصل لنا صورة صعبة عن وصولك إلى الرئاسة إنما اليوم وبعد وصولك للرئاسة وأنا اليوم يعني وجهت له رسالة عبد الفيسبوك من بعد خطابه اللي شفته عنده جدية وعنده إصرار على مكافحة ومحاربة والقضاء على هذا الإرهاب أنا أقول له أنه اليوم الأمل الوحيد بوجود رئيس أمريكي قوي يريد القضاء على الإرهاب وأكيد من أول ما يبتدي برئاسته حيبين وضوح الرؤية حيكون عندنا وضوح بالرؤية أمام قراراته بمكافحة الحرب على هذا الإرهاب شكرا لك راغب علامة وطبعا خلينا كلنا يعني نكون عندنا أمل بهذه النوايا الحسنة كونك سفير لنوايا الحسنة برنامج الأمم المتحدة شكرا لك حدثنا من بيروت هذا الفنان راغب علامة شكرا لك